اهلا بكم اكثر من 113 يوما على تشكيل الحكومة الحالية الحكومة الاكثر يمينية وتطرفا في تاريخ اسرائيل والتي شرعت في تنفيذ انقلاب قضائي خرج على اثره مئات الاف المتظاهرين في مختلف مدن البلاد خرجوا دفاعا عن ديمقراطيتهم هم والتي لا ينعم بها الفلسطيني على وجه كمالها اليهودي الفلسطيني في هذه الحكومة بات يخشى اقتحامات المستوطنين لمقدساته الاسلامية والمسيحية بات يخشى حرقها او هدمها او قتل من فيها او حولها فما بين اقتحام للمسجد الاقصى المبارك واعتداء على المصلين تفرض القيود على الوصول الى كنيسة القيامة في اقدس الاعياد المسيحية واهمها اسبوع حافل بالاحداث نناقشها في هذه الحلقة من حوار الساعة نبدأ هذا الحوار حول الاحداث السياسية الاخيرة مع رئيس حزب التجمع الوطن الديموقراطي سيد سامي ابو شحادي اهلا بك سامي دعنا نبدأ من اخر المستجدات تقييد عدد المشاركين في احتفالات عيد الفصح في القدس ما دلالات هذا الاجراء في هذا التوقيت بالذات رسالة واضحة اسرائيل كما كنا نقول بشكل دائم اخت مريم هي دولة عنصرية لليهود فقط وهي تقول ان حرية العبادة مهمة وهي حق ولكن ليست للجميع هي حق لليهود وهي يعني ليست حق للمسلمين والمسيحيين في هذه الدولة اليهودية الديموقراطية او واحدة الديموقراطية في الشرق الاوسط وهي تضيق على الجميع بشكل دائم انا باعتقادي اذا كان يقلقها او يضيقها عدد الموجودين في منطقة القدس القديمة وهي لذلك تريد تقليل الاعداد عليها ان تقلل اعداد قوات الاحتلال في هذه المنطقة لا حاجة لهم ولا مبرر لوجودهم هناك وهم باعداد كبيرة جدا فلتقلل اسرائيل هذه الاعداد لقوات الاحتلال ومن ثم لا تكون هناك اي مشكلة يعني الاعتداءات المتكررة على الاقصى وعلى الكنائس ماذا تريد اسرائيل من هذه الاعتداءات على المقدسات الفلسطينية المقدسات المسيحية او المقدسات الاسلامية كأي صارق او اي مجرم اسرائيل مدركة لاحتلالها ولجريمة الاحتلال وهي بحاجة ان تكرر لنفسها بشكل دائم قضية السيادة وقضية الرديل لانها تعلم انها تقوم بجريمة ضد القانون الدولي وضد اي قانون انساني وضد اي منطق هي محتاجة بشكل دائم لاعادة يعني كل العالم اقتنع ان اسرائيل محتلة اسرائيل اللي مش مقتنع انه هي محتلة وهي تريد ان تؤكد بشكل دائم قضية السيادة ومن هو السيد في هذا المكان ولمن السيادة هذا هوس هوس لانها تعلم انها قوة غير شرعية في القدس الشرقية وانها قوة احتلال ولذلك هي تضيق على المسلمين بشكل دائم وتضيق على المسيحيين بشكل دائم وتضيق على جميع المواطنين العرب الفلسطينيين في كل مناحي الحياة طبعا نحن في هذا الشهر الفضيل كل عام وشعبنا بخير قربنا على عيد الفطر وفي الصح مجيد ولكن اسرائيل تضيق ليس فقط على الاماكن المقدسة واخت ماريا جميع اهلنا العرب الفلسطينيين في مدينة القدس يعانون من التضييقات ومن القاهر ومن الاضطهاد بشكل يومي وعلى مدار العام ليس فقط في الشهر الفضيل نعم يعني ويرتبت ذلك في حين بالامس اغلقت النيابة العامة الاسرائيلية التحقيق بجريمة اعدام الشهيد العصيبي لعدم وجود مخالفة نفذتها الشرطة كيف تقرأ او ما تعقيبك على هذا على اغلاق التحقيق الجريمة في قتل الشهيد محمد العصيبي هي متعددة اولا كانت عملية الاعدام الميداني لانسان شهم لديه كرامة كان يريد ان يساعد احدى الفتيات التي تم الاعتداء عليها على يد قوات الاحتلال هذه الجريمة الاولى ولكن تلتها عدة جرائم في حال الشهيد محمد العصيبي اولا كذب الشرطة في عملية القتل واخترعه هناك رواية بانه ارهابي وحاول ان يقوم بعملية ارهابية الارهاب الحقيقي في القدس هو الاحتلال الاسرائيلي وليس الفلسطيني ومن ثم كانت هناك جريمة اخرى وهي اخفاء كافة الادلة على قتل الشهيد محمد العصيبي ومن ثم انضمت اليها ايضا جريمة اخرى فيما تم الترويج له في الاعلام الاسرائيلي وكان محمد العصيبي هو ارهابي وحاول ان يقوم بعمليات الى اخره ومن ثم كانت هناك جريمة اخرى الضغط على العائلة في كل ما يتعلق باجراءات الجنازة ومنع العائلة من ان تقيم الجنازة التي تريد لشهيدها ولشهيد الشعب الفلسطيني محمد العصيبي والان اغلاق الملف بهذه السرعة بدون حتى التحقيق بشكل جدي بدون حتى التحقيق بشكل جدي مما يعني ان من ناحية الاسرائيليين حينما تقتل قوات الامن او الشرطة او قوات الاحتلال او حتى مواطن يهودي مواطن فلسطيني هذه لا تعتبر جريمة هذا معنى ما جرى في اغلاق الملف بهذه السرعة انه حينما تكون الضحية من العرب الفلسطينيين من ناحية دولة اسرائيل لا توجد جريمة ولا حاجة للتحقيق نعم هل هذا قد يجري ايضا مع قضية الشهيد يوسف ابو جابر من كفر قاسم الذي استشهد ايضا برصاص الشرطة الاسرائيلية يقال ان التحقيق لم ينتهي بعد ولكن هل قد يحدث نفت الشاي برأيك اولا مريم دعينا نذكر الجميع ان قوات الشرطة يعني بغير يعني بدون من ندخل كل الاعداد لقوات الاحتلال وللعدد الكبير من ضحايا قوات الاحتلال انا اتحدث الان فقط على المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الاخضر الذين قتلوا على يد قوات الشرطة في العقدين الاخيرين الحديث على اكثر من مئة مواطن اكثر من مئة مواطن تم قتلهم على يد الشرطة في احداث اخرى اغلبها ليس لها اي علاقة لا بامور امنية ولا سياسية ولا غيره نتيجة لحادث معين او لعملية تفتيش في بيت معين وكل هذه الجرائم تمر بدون حسيب ولا رقيب اذا القضية ليست قطية خطأ او حالة عينية معينة او ملف معين مثل ملف الشهيد محمد العصيبي او يوسف ابو جبي القضية ان هناك جهاز شرطة يقتل المواطنين والدولة لا ترى ان هناك اي حاجة لعقاب هؤلاء المجرمين وهي جريمة مستمرة باعتقاده للأسف لان اسرائيل لا تستطيع ان تحضر العدل للمواطنين العرب الفلسطينيين لانه لا يوجد عدل مع وجود احتلال لا يوجد عدل مع وجود حصار لا يوجد عدل مع مشاريع التهويد لا يوجد عدل مع الاستطار لا يوجد عدل مع نظام يريد الحفاظ على الفوقية اليهودية وان يكون هناك مواطنين درجة ثانية او ثالثة او عاشرة داخل نفس الدولة ونفس الجهاز ولذلك لا يمكن ان نتوقع من اسرائيل اكثر من ذلك القضية باعتقاده هي ماذا علينا نحن كفلسطينيين ان نفعل في مثل هذه الملف مثلا الشهيد محمد العصيبي اعتلى على بوابات المسجد الاقصى بحسب المحكمة الدولية هذه منطقة محتلة ويحق للمحكمة الدولية ان تتدخل في مثل هذا الملف هناك ايضا موضوع الحرس الوطني التابع لوزير الامن القومي بينكفير الذي يريد ان يبني جهاز شرطة له ما رأيك في هذه الممارسة او هذا القرار اول كل من لديه عاقل يعرف ان الصين ليست بحاجة الى اجهزة امنية جديدة كل الدولة هي عبارة عن جهاز امني كبير عشرات انواع الوحدات للشرطة وقوات خاصة وحرس حدود وجيش ومساد وشباك وكل الدولة بداخل الجيش لا لا يوجد حاجة لجهاز امني اضافي في دولة اسرائيل اذا هم مصممون على ان هناك حاجة اذا باقي الاجهزة لم تقم بدورها من تحسب على هذا التقاعص وعلى هذا الفشل لدى باقي الاجهزة اذا كان هناك اي حاجة اولا لا توجد حاجة الامر الاخر الحديث ليس على قوات امن بل الحديث على مافيا يريد قيادتها الارهابي بنكفير وهي مخصصة للقهر والاضطهاد جزء من المواطنين فقط وهم المواطنون العرب الفلسطينيين خاصة فيما يسمى بالمدن المختلطة وضد اهلنا في النقل اذا هناك وزير ارهابي بحسب القانون الاسرائيلي ماريا ماني بنكفير واسموتريت وجهت اليهم تهم الارهاب من دولة اسرائيل الآن يريدون تسليمه جهاز امني مبني بالاساس عماد هذا الجهاز مجرمون من الاستيطان او من المتطرفون داخل الخط الاخضر يحترفون قهر واضطهاد العرب والفلسطينيين ويريدون ان يأخذوا كل الارهابيين اليهود الى هذا الجهاز انظر من هو المرشح من قبل بانكفير لرئاسة هذا الجهاز انه انسان متطرف ارهابي قام بعدة عمليات ارهابية ضد المواطنين العرب في ايار واحد وعشرين وهناك الفيديو الشهير لهذا الارهابي وهو يوصي يوصي المعتدين على المواطنين العرب انه يريد ان يقتلوا العرب من الخلف وهم يضحكون انظر الى هذه العقلية في القرن الواحد وعشرين من يريده ان يترأس هذا الجهاز هذا يقول كل شيء هذه عقلية عنصرية المشكلة الاساس ان بانكفير ليس لوحده في هذا الفكر وفي هذه العنصرية وفي هذه العنجهية وفي هذا التطرف بانكفير هو وزير في حكومة اسرائيل نعم وهذا ينقلني الى سؤال الاخر يعني بانكفير واسموتريتش كانوا في وقت ما في الاطراف او في هامش المجتمع الاسرائيلي اليوم نراهم في مركز وهم وزراء وعلى سبيل المثال شهدنا ايضا مؤخرا المسيرة لألاف المستوطنين بقيادة سبعة وعشرين وعضو كناسة ووزير في مسيرة للبؤرة الاستيطانية افياتار مسيراتك هذه موجودة كانت دائما ولكن اليوم توجد او يعني تقام بغطاء حكومي يعني ما رأيك في هذا التحول رأيي كما كنا نقول في السابق من يذكر ان اسرائيل تدهورات مجتمعا وقيادات سياسية نحو اليمين الفاشي والان هؤلاء الفاشيين يسيطرون على الحكومة في اسرائيل داخل هؤلاء الفاشيين هناك الاكثر تطرفا هم تقريبا خمسة وعشرين بالمئة من الحكومة الاسرائيلية حزب بنكفير واسموتريتش حزباء بنكفير واسموتريتش لديهم 14 مقعدا من اصل 64 في حكومة اسرائيل هذا يعني ان هناك اولا دعم لمثل هذا الفكر لو كانت المشكلة بس بنكفير واسموتريتش واشكالهم ما كانوا بقدروا يصيروا وزراء عشان يصيروا وزراء لازم كمان حزب الليكود يوافق وحزب شاس يوافق وحزب المتدينين الشكناز برضو يوافق كل هذول لازم يقبلوهم كلاعب شرعي على اساس يقدروا يكونوا بالمكان اللي هم موجودين فيه فعمليا القضية ان المجتمع الاغلبية اغلبية المجتمع اليهود بالصير تدهورت نحو اليمين واليمين الفاشي ونحن نرى النتائج في كل شيء في القوانين التي صنوها في الفترة الاخيرة وفي التحركات اليومية في استفزازات بنكفير هذا العنصري بشكل يومي وفي دعم نتنياهو لهذا العنصري على سيرة القوانين التي سنت مؤخرا رأينا في الأسبوع الأخيرة مظاهرات واحتجاجات في الشوارع الإسرائيلية رفضا للانقلاب القضائي ما برأيك الصوت المطلوب للمجتمع العربي في هذا الموضوع يعني نحن دائما كنا ضد الحكومات ولكن في هذا الموضوع بالذات صحيح أولا نحن ضد الانقلاب على الجهاز القضائي إضعاف الجهاز القضائي نحن ضده بالمستوى المبدئي جملة وتفصيلها لأن هذا الموضوع أكبر ضحية له ستكون المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل نحن في حزب التجمع سنكون أول ضحايا باعتقادي ستشتبون نحن ضده ونحن ضد أن آه طبعا وأنا باعتقادي قضية فصل السلطات هي مبدأ أساس في أي نظام سياسي يريد أن يكون ديمقراطي ولا يمكن أن يكون هناك توازن بين السلطات المختلفة بدون أن يكون جهاز قضاء قوي وجدي ونحن مع أن يكون جهاز القضاء كذلك مع كل انتقاداتنا على جهاز القضاء الإسرائيلي ولدينا الكثير من الانتقادات أيضا لهذا الجهاز ولكننا ضد التغيير المطلوب من اليمين المتطرف نحن لا نريد هذا التغيير إضعاف الجهاز القضائي نحن مبدئيا ضده ولكننا لا نستطيع أيضا أن نكون مع المعارضة لأن المعارضة المحتجون المتظاهرون يقومون بدور مهم ولكننا لا نستطيع أن نكون جزء منهم لماذا لأنهم يريدون العودة إلى الديمقراطية الشكلية التي كانت قبل عدة أشهر نحن ضحايا هذا النظام السياسي ليس لنا ماضي نريد أن نعود إليه نحن مع العمل على بناء مستقبل أفضل للجميع عربا ويهودا لدينا برنامج سياسي نؤمن أنه علينا من أجل الوصول إلى العدالة والمساواة أن نغير النظام السياسي في دولة إسرائيل من دولة يهودية عنصرية إلى دولة جميع مواطنها المتظاهرون والمحتجون لا يريدون هذا التغيير لا يريدون ديمقراطية حقيقية يريدون الحفاظ على الفوقية اليهودية ما يقدمه لنا الطرفان هو أنواع مختلفة من ظروف العبودية في طرف اللي موجود في الحكومة ويعملها أسوأ لظروف العبودية اللي إحنا موجودين فيها وفي الطرف اللي ضده اللي بده يحافظ على ظروف العبودية كما كانت حتى الأشهر الأخيرة نحن لا نناضل من أجل تحسين ظروف العبودية مريم نحن نناضل من أجل بناء مجتمع إنساني مبني على أسس الديمقراطية والعدالة والمساواة لجميع المواطني ولكنها قد تكون إعادة لا نريد أرواع مختلفة من العبودية ولكنها قد تكون إعادة أيضا ومجال إعادة فتح ما هي الديمقراطية الحقيقية هذا هو الباب الذي باعتقادي علينا أن ندخل منه أنا أتفق معك تماما أن جزء مما يجري هو نقاش حول ما هي المجتمع والدولة في إسرائيل وهنا علينا أن نحضر موقفنا بشكل قوي لأنه بخلاف كل المتظاهرين والمحتجين نحن ليس لدينا فقط قراءة بأن الوضع القائم هو وضع سيء نحن لدينا أيضا الحل ما يميزنا في التجمع الوطني الديمقراطي أخت مريم بأننا أيضا نحمل حل أكثر ديمقراطية وأكثر عدالة وأكثر إنسانية لجميع المواطنين نتفق أن فصل الدين عن الدولة مهم ونتفق أن الديمقراطية مهمة ونتفق أننا بحاجة لتغيير ولكن لا نتفق مع المطالب اللي موجودة لدى كافة المحتجين والمتظاهرين ياريت 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 يا مريم نحن نحكي هذا الموضوع مش أنه يعني هذا الموضوع بسعدنا ياريت في عنا شريك جدي داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل يريد إنهاء حالة الفوقية اليهودية والتقدم نحو بناء مجتمع ديمقراطي إنساني للجميع لو عنا شريك طبعا نشتغل معه طبعا هناك بعض الأفراد بعض الأفراد اللي عاملين دور عظيم ومهم على المستوى الفكري وكذا وهم شركاء لنا وإحنا في عنا عدة خطوات مباشرة بعد عيد الفتر رح الناس تشوفها في نقاش هاي الأمور الأساسية المتعلقة في أنو مجتمع بدنا أنو دولة بدنا شو شكلها شو معنى الديمقراطية كيف يمكن تفكيك البناء العنصرية كل الأسئلة هاي بدنا نخوض فيها بشكل جدي مع مثقفين يهود يسريين طبعا إحنا منفتحين على الناس اللي أريب علينا أما إحنا لا نستطيع أن نكون شركاء بين من يريد أن يحافظ على الفوقية اليهودية ويتعامل معنا كمواطنين درجة ثانية أو ثالثة صحيح نحن نطالب بديمقراطية حقيقية للجميع شكرا لك سيد سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطن الديمقراطي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونواصل مناقشة أبرز المستجدات على الساحة السياسية الإسرائيلية مع ضيف فايف في ستوديو سيد جاكي خوري مدير قسم الأخبار في إذاعة الشمس وصحفي في صحيفة هارتس ودكتور رامز عيد محاضر وباحث في الجامعة المفتوحة بمجال الأنتروبولوجي السياسي أهلا بكما جاكي بداية معك واستطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع الحزب الحاكم حزب الليكود منذ سنوات هل برأيك هذه الاستطلاعات قد تكون صادقة حتى في يوم الانتخابات يعني القاعدة الأولى التي علمونا بالنسبة للإستطلاعات أنها تعطي الصورة حول الأمر الواقع الآن بمعنى أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الاستطلاعات تأطينا سيناريو لما سيكون بعد أسبوع أو بعد أشهر ولكن واضح الزخم والنقاش الحاصل في المجتمع الإسرائيلي نهيك عن ردود الفعل التي تأتي من الحكومة أن هناك نوع من التراجع بشعبية الليكود شعبية ناتنياهو على المستوى الشخصي وأيضا بعض أطراف هذا الاتلاف خاصة بينكفير واسموتريتش بمعنى الهبة التي كانت حول هذا الحزب وحول ناتنياهو واسموتريتش وبينكفير وأعتقد هي كانت رتفعل بالأساس على ما كان في أيار من العام 2021 بدأ يظهر للمجتمع الإسرائيلي وهناك إشكالية وإشكالية كبيرة نحن لا نتحدث عن تحول أيديولوجي بالمجتمع الإسرائيلي ويجب أن ننتبه لهذه النقطة بشكل جيد يعني لا نتحدث الآن عن أشخاص كانوا بالبعد السياسي في اليمين وأصبحوا الآن في الوسط واليسار هم انتقلوا من يمين إلى يمين وبالتالي لاحظي أن التوجه هو ليس باتجاه مثلا لبيد حتى لو كان لبيد يعرف نفسه كوسط ويمين إنما باتجاه جانتس ولكن أكثر مع من جانتس اللي هم زي جدعون ساعر وزي أيزنكوط أشخاص محسومين على اليمين الوسط يعني عودة العسكر في السياسي هو واضح وبالتالي أيضا الأزمة الحاصلة في مسارين والموضوع الأمني خاصة أن وجه الاحتجاجات التي نتابعها في الأسبوع الأخيرة هو وجه أمني بامتياز وهذا بشكل موجه واستراتيجي هم لا يريدون العرب لا يريدون اليسار لا يريدون وصمة العار المعرفة باليسار في إسرائيل وبالتالي الواجه هي واجهة أمنية وهذا يؤثر يتغلغل خاصة أن أقطاب الاحتجاج يأتي من ضباط في الاحتياط ويأتي من ضباط وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي وقادة الأجهزة الأمنية وبالتالي التراجع في تأييد حزب الليكود واضح وهناك عاملين أساسيين الأمني وأيضا يجب أن ننتبه لهذا الاقتصادي ولكن للأسف ليس العامل السياسي بالمفهوم القضية الفلسطينية القدس الأقصى الملف الفلسطيني بشكل عام هذا موجود ببعده الأمني وهناك إجماع عليه عندما تكون عملية في عمق الضفة الغربية لا أحد يخرج إلى الشارع هناك بعض النقاط حوارة ومحصل ولكن ليس بالمفهوم السياسي العميق وإنما القضية هي توجه نتنياهو خاصة ما يرتبط بجهاز القضاء والبعد الاقتصادي سأعود إلى البعد الأمني والاقتصادي ولكن قبل ذلك دكتور رامز أكثر من 113 يوم على تشكيل هذه الحكومة كنا نقول في البداية أنها حكومة مستقرة أو ستكون مستقرة هل لازلت حتى اليوم مستقرة برأيك؟ أعتقد المدى البعيد قد تكون غير مستقرة ربما ولكن للمدى القصير في الأشهر القادمة نرى هناك حاجة عند نبي بن نتنياهو يحافظ على الحكومة بأي صورة هو يستطيع أن يبنيها لأنه يحتاج إلى تعديل بعض القوانين في الأشهر القريبة ولا يزال يتأمل أن يغير مسار المحكمة التي تتواجد الآن تدور الآن في القضاء الإسرائيلي ضده أكثر من محكمة طبعا الشيء الذي يجب أن لا ننساه وأن نبي بن نتنياهو يريد تعديل القضاء من أجل خدمة مصالحه الذاتية يعني كل هذه القوانين لم تكن في الماضي بهذه القوة لماذا؟ لأنه لم تكن المحكمة كما هي الآن في أوجها فهو يستغل وجود هؤلاء المتطرفين من حوله يعطيهم هناك شعور بالقوة نشوة القوة عند اليمين الآن في المائة الأيام الأولى ولكنه في النهاية هو يريد أن يلعب اللعبة من أجل مصلحته الذاتية وللمدى القصير سوف نرى وجود الحكومة لا أعتقد أنها ستتغير نعم تحدثت جاكي عن وجهين لهذه الاحتجاجات الأمن والاقتصادي هل برأيك في النهاية الأمن الذي حسم المعركة الأولى؟ يعني عندما دخل قوات الأمن وحتجوا فوقف نتنياهو على؟ يعني أولا بالبعد الاستراتيجي أعتقد أنه من حرك الاحتجاج وبدأ احتجاج بشكل أو بآخر ولكن واضح أنه هو احتجاج منظم ويجب أن نقول كلمة مريم أثبت هذا الاحتجاج أنه هناك أولا في المجتمع الإسرائيلي يعني حتى نحن ننظر من الخارج وهناك ما يمكن أن نتعلمه في هذا الموضوع عالية الاحتجاج النفس الطويل التنظيم كيف موضوع التنظيم وأنا أعلم جيدا أنه هناك عملية تمويل بشكل ممنهج ليس فقط من الخارج وإنما حتى على مستوى الداخل بمعنى كل التنظيمات الداخلية التي تتحرك هناك ولكن هم كانوا حذرين في مصارين أساسيين الأول أن لا يتم صبغ هذه الاحتجاجات بالبعد اليساري وأنها مؤيدة للفلسطينيين وعلى هذا يجب أن ننتبه مثلا كل موضوع العالم الفلسطيني إذا تذكرين عندما بدأوا بالحديث عن رفع العالم الفلسطيني ونطرح قضايا الاحتجاج حاولوا قدر المستطاع تغييب هذا الموضوع عدم تصدير النواب العرب والمشاركة حتى النائب منصور عباس في هذه الاحتجاجات وجاءوا بالواجهة الأمنية الواجهة الأمنية خاصة أشخاص محسوبين على اليمين في توجهاتهم أصبحوا الآن هم الواجهة من كانوا قادة الأركان ومن كان أيضا حتى على مستوى المحلين والمراقبين في الإعلام لا نتحدث الآن عن أشخاص معروفين بموقفهم السياسي مثلا في قضايا سياسية مثل الاحتلال وغير لم يأتوا بجدع الليفي جاءوا ببينكاسبيت على سجد المثال معروف بموقفه اليمينية ولكن إلى جانب البعد الأمني وهذا مهم بدأت ترشح المعلومات الاقتصادية عندما يأتي محافظ بنك إسرائيل ويتحدث عن أزمة يبدأ تصدير الأموال بمعنى أو إخراجها إلى خارج البلاد نتحدث عن رافعتين مهمتين ولا يستطيع اليمين حتى نتنيهو أن يذهب باتجاه مثلا تخوين هذه الجهاد بالبعد أنكم تذهبون باتجاه الفلسطينيين وغير ذلك وهنا أعتقد كان سر النجاح نهيك عن عدم ارتكاب أخطاء جسيمة حتى في التعامل حتى في موضوع العنف على عكس ما حصل بالنسبة لمجموعات اليمين المتطرف لفاميليا وغيره عندما خرجوا إلى الشارع كانت أحداث عنف وواضح أن هذا الأمر أثر وبشكل كبير وأيضا العمليات التي كانت في عمق الضفة الغربية وأيضا ما حصل وتطور أظهر أيضا عنوان أن هذه الحكومة لا تملك عصة سحرية لا في القدس ولا في الضفة الغربية بمعنى نحن أمام حكومة لا تملك برنامج سياسي واضح لا تملك برنامج اقتصادي واضح حتى البرنامج الذي تطرح بالنسبة للخطة القضائية هي للسيطرة لتخدم شخص واحد اسمه بن يمين نتنياهو وبالتالي الدولة العميقة وأيضا الصهيونية بمفهومها الذي حتى اليمين قالوا حتى هنا في هذه البلاد لا يوجد شخص بدأوا بالحديث عن مقارنة مع بن جوريون ومع غيره نتنياهو ليس أكبر مع بن جوريون ومع بيجين وبالتالي أعتقد في مرحلة ما قالوا له كفى ولا ننسى عامل آخر يعني أنت تقول أن الدولة العميقة هي من أوقفت أو جمدت القوانين أو أجملت نتنياهو الدولة العميقة إلى جانب أيضا الموقف الذي صدر من الولايات المتحدة لا نستطيع أن نتجاهل هذا الموقف أمريكا تتراجع في نفوذها على مستوى الشرق الأوسط ولكن ليس على مستوى إسرائيل والجاليات اليهودية والحراك الذي يحصل في الجاليات اليهودية في أمريكا التي تموي الجزء كبير من المشروع الإسرائيلي فبالتالي كل هذه العوامل المجتمعة أثرت وبشكل واضح هذه أثرت على الاحتجاجات ولكن كيف أثرت على المجتمع الإسرائيلي يعني هناك أمور تغيرت بعد هذه الاحتجاجات حتى لو توقف الإنقلاب القضائي كليا ولكن هناك أمور تغيرت ماذا تغير بالمجتمع الإسرائيلي برأيك في هذه الفترة القصيرة يعني ربما بعض الأمور المهمة التي قد تكون لها بعض التأثير لا ندري المستقبل ولكن كل طرح موضوع ما هي الديمقراطية وأهمية الديمقراطية وطرح هذا الشعار كأنه الأهم الآن عند قسم على الأقل من المجتمع الإسرائيلي قد يكون له يعني تأثير إلى المدى البعيد على يعني كل الخطاب الموجود يعني سلبيا أو إيجابيا وبطرحنا القديم نحن كمجتمع عربي فلسطيني في الداخل قد تكون هنا يعني فرصة لإظهار كل المبادئ الديمقراطية اللي كنا نطالب بها في الماضي وطرحها الآن بشكل أقوى على الطاولة أمام المجتمع الإسرائيلي فإذا أردتم بكل الوقت كانوا يسألون أين المجتمع العربي الفلسطيني ولماذا لم ينضم طبعا لأننا نريد ديمقراطية أفضل من الديمقراطية الموجودة عند المتظاهرين وهي أشمل وأوسع والأحزاب العربية في تاريخها الطويل كانت تطرح مبادئ ديمقراطية كل الوقت فبالنسبة لنا هناك ربما فرصة لبناء ربما بعض القوانين الديمقراطية في إسرائيل مع المجتمع الإسرائيلي الذي حقا يريد ربما بعض الديمقراطية الأفضل فلا يمكن مرة ثانية لا يمكن توقع المستقبل ولكن قد يكون هناك فرصة للمستقبل لتحصين بعض النواحي التي تفيدنا كمجتمع عربي فلسطيني في الداخل بالأساس تقليل قوة الدولة كدولة مركزية تتحكم في حياتنا اليومية منذ طبعا الحكم العسكري في الماضي وحتى اليوم الدولة الإسرائيلية كدولة تتحكم يعني في في تفاصيل الأمور فهل المجتمع اليهودي الآن يريد حقا ديمقراطية هو تحدي يمكن أن نطرحه لنا وأمامهم وقد يؤثر إلى المدى البعيد على بناء ربما يعني تفكير ديمقراطي أفضل كيف مثلا كيف يمكن تعليم الدمقراطية بشكل أفضل في المدارس ربما يعني موضوع المدنيات يطرح الآن فنرى أن اليمين يريد تدمير المدنيات في المدارس لأنه هو يعني الموضوع الوحيد الذي يعلم ما هي الدمقراطية فهناك فرصة ربما للدخول في نوع من يعني يعني ديمقراطة الدولة بشكل يفيدنا ربما في المستقبل وهذا هو يعني تغيير ممكن الإيجابة الوحيد من هذه وقد تكون أيضا فرصة للمجتمع الفلسطيني بالضبط يعني للمجتمع الفلسطيني أقصد وطبعا إذا كانت الدولة أكثر ديمقراطية بالمعنى الحقيقي يعني هذا الكل رح يستفيد منه في الأخير يعني نعم وهذا شيء ومن ناحية ثانية ربما هناك تقليل يعني من الوهم اليميني بأنه يستطيع السيطرة بالقوة ويحل المشاكل في القوة في الدولة وهناك يعني الآن بداية النزول من الشجرة عند اليمين هل نزل نتنياهو من الشجرة برأيك في خطابه الأخير يعني أولا موضوع النزول عن الشجرة أعتقد نعم ونزل عن الشجرة ولكن بحكم المعايير التي ذكرتها في السابق وخاصة البعد الاقتصادي وأيضا الإنذارات التي تصل إليه من المؤسسة الأمنية بموضوع مثلا جنود الاحتياط وضباط الاحتياط وكل هذا كيف يؤثر على الجو العام في إسرائيل ولكن أعتقد أيضا أضغط الدول اللاعب هنا دور مهم ولكن أنا فقط تعليق على اللي قاله دكتور أنه إلى أي مدى نستغل ما يحصل الآن بالبعد الديمقراطي الإسرائيلي وهذه نقطة يعني أعتقد أنه حتى نحن لا نعرف كيف نتصرف إذا هذا المشهد واضح أنه أمام مشهد مركب ونالك جوعان في إسرائيل يجب أن نستغله في كل لعبة سياسية يجب أن تكون جزء من اللعبة ولكن أعتقد في المقدمة أمامك عربي إذا قلنا قانون القومية قلنا إنهاء الاحتلال قلنا المساواة الكاملة أعتقد من المئة وخمسين ألف المئتين ألف البطلة وعشر سيبقى عشرين أو ثلاثين ألف عندها نتهم نحن بننا جزء من إفشال هذا الاحتجاج هذا الموضوع غير مطروح ومن ناحية أخرى بدأنا نلمس أنه أول رد فعل سلبي من ما يحدث هو علينا نحن كعرب العنف في المجتمع العربي حدث ولا حرج ما يحدث في القدس ما يحدث على مستوى الضفة الغربية عدم التعامل أصلا مع الملف الفلسطيني كل هذا من نتائج ما يحصل مع هذه الحكومة وبالتالي واضح أنه نحن أمام فترة حساس أنا أقول لك لا يوجد أبيض وأسود يعني أنا لا أستطيع أن أقول يجب أن نشارك وبكل ثمن كما يدعي البعض لأن هناك أسئلة قوية نطرحها أمام وذكرت لبعض التفاصيل ومن ناحية أخرى أن نقول فقط بموقف المتفرج هذا أيضا مضر فبالتالي ما هو المصار الصحيح أنا أعتقد أن هذا بحاجة إلى دراسة ودراسة عميقة على مستوى الأحزاب والحركات السياسية ودراسة الشديد هذا لا يحدث يعني لا فلسطينيا قطريا ولا فلسطينيا داخليا ولا حتى بالبعد العربي العام هناك نسمع فصائل مقاومة تتحدث عن جو ولكن هل يوجد دراسة بعد ثلاثة شهر ماذا هو موقفنا أعتقد حتى الآن لا يوجد معادلة كهذه سأعود إلى سؤالي عن نتنياهو السؤال الأول يعني كيف رأيت خطابه الأخير هو خطاب رجل مهزون يعني أولا هو ليس نفس نتنياهو على الأقل أنا ليس لدي ساعات طويلة مع نتنياهو لكن واضح أنه رجل مختلف وواضح أنه رجل يتعرض لضغوط كبيرة وواضح أنه ليس في نفس التركيز وليس بنفس أستعيني أستخدم عبارة الوهج الذي تعودنا عليه بالنسبة لشخص نتنياهو وهذا يعني بدأ أيضا في خطابه الأخير السؤال إلى أي مدى كل ما نسمعه الآن هو نوع من التخدير فقط لكسب الوقت وخاصة عندما نمر الأسبوعين القادمين لماذا الأسبوعين القادمين نتحدث عن أسبوعين لهم حساسية في المجتمع الإسرائيلي يوم الذكرى لمن قتل في معارك إسرائيل ويوم الاستقلال ونتنياهو يريد أن يظهر هناك بأبهى صورة قدر المستطاع هو وعائلته وكل ما يترتب على ذلك وأن لا تتحول هذه المناسبة إلى احتجاج ضده كما حصل قبل أيام هذا جانب وبالتالي هناك طبعا لا نستطيع أن نثق بكلام نتنياهو إلى أي مدى هو صادق في إمكانية التوصل إلى تسوية وكل النقاش الذي يحدث في ديوان رئيس الدولة البعض يعتقد أو الغالبية تعتقد أنه هذا كلام فارغ فقط لتمرير الوقت وهذا الدليل أن الاحتجاجات ستستمر في نهاية الأسبوع ولكن هو بدأ ينزل عن الشجرة هل سيعود ويصعد مرة أخرى بسبب ضغط اليمين أنا لا أعلم قد نصل إلى هذا السيناريو عندما يشعر أنه ذاهب إلى انتخابات في مرحلة قريبة يعني خلال فترتي كمذيعة سألت السؤال كثير مرات هل هذه نهاية نتنياهو برأيك أكثر سؤال سألت منذ عشرين سنة ولكن لا شك أنه الآن فيه مازق كبير يعني كل الحيال عند الساحر نتنياهو قد بدأت في الانتهاء الآن يعني كما تحدثنا هناك خطر عليه من اليمين وهو قالها قبل بضعة أيام أن الآن الخطر على الحكومة من يمين اليمين فالآن يعني هو يرجع إلى أن يكون نتنياهو القديم يحاول أن يظهر صورة أنه يريد أن يوحد هذه الدولة الآن هو يحاول استعمال حيلة يعني جديدة سحرا جديد ربما كما يبدو هناك يعني توجه لديه الآن بأن يقوم ببناء ربما شراكة مع بني جانس بوجوده في الكنيسة من خلال المحادثات التي تجري الآن في مكتب رئيس الدولة كما يبدو أن بني جانس هو الحلقة الضعيفة وهو كان دائما في هذه الفترة بالسنوات الأخيرة الحلقة الضعيفة الإنسان الذي لا يتخذ القرارات بشكل واضح وهو أيضا يعني يتمتع ببعض من ضعف نتنياهو في اتخاذ القرارات الحاسمة بيب نتنياهو يحاول ربما بناء يعني محاولة لإظهار أمام الشعب أن هناك عملية للاتفاق على ما يسميها الريفورما على يعني تصليح القانون إصلاحات القانونية وبني جانس يمشي الآن في هذا المسار فأعتقد يعني بعد شهر أو شهرين سيحاول بنتنياهو إظهار أن هناك شراكة تكونت من خلال هذه العملية وأن يضع يعني بني جانس في موقف حرج أمام الجمهور الإسرائيلي أن هنا نحن نتحدث ويوجد اتفاقيات معينة عند الرئيس الدولة ولكن أين أنت ذاهب فسيحاول أن يضغط عليه جماهريا أن يكون في الحكومة مع أننا شهدنا هذا السيناريو بين جانس ونتنياهو سابقا ولم ينجح ولكن الآن يتجدد يعني يتجدد الآن بني جانس ربما لم يتعلم من الماضي وكما يبدو المتظاهرون قسم من منظمين المظاهرات في إسرائيل المعون لهذه المشكلة ويعني يقولونها في الإعلام نسمعها أن بني جانس قد يكون هو الوسيلة التي قد تبرر استمرارية صياغة القانون وخصوصا أن هناك بعض الأعضاء الكنيسة في حزب بني جانس الذين يؤيدون تغيير في القانون في اتجاه مشابه ربما لما يريده بني نتنياهو يعني العيد من المعار مثلا هو أكثر واحد يعني كان في الماضي ولكن مريم التعويل على أن هذه الحكومة ستسقط قريبا يعني أولا يجب أن نتعامل مع الموضوع بعقلانية أنه ليس لأنه بحب العرب ولا الفلسطيني ولا هذه الحكومة بالنسبة لليمين واليمين المتطرف واليمين الاستيطانية حكومة أحلام يعني أنت عندما تذهب كسياسي وتريد أن تكسر حكومة معينة أو تخرج من اتلاف تضع في حساباتك أنه في الانتخابات التي سنذهب إليها سأفوز بمعدد مقاعد أكبر وهذا يحصل في السياسة ووارد ولكن كل من يتابع الحلبة السياسية حتى بنكفير بتهديداته الفارغة وسموتريتش والأحزاب اليهود المتزمتين يعرفون إذا ذهبنا إلى انتخابات سنخسر وبالتالي رغم كل تهديداتهم هو نتنياهو يعرف ذلك جيدا أنه لن يترك هذا الائتلاب بمعنى ضعف حكومة نتنياهو ليس من شركائه على عكس ما كان في حكومة بنت وولابيد الضعف في حكومة نتنياهو ونتنياهو شخصيا وهو حزب الليكون إذا كان هناك من لديه الجرأة ليقول له كفا يعني الخلافات بين بنكفير ونتنياهو الآن على سبيل المثال على موضوع الأقصى بنكفير على كسر هذه الحكومة أي حكومة قادمة لن يكون فيها إتمر بنكفير ولا سموتريتش في موقعين حساسين كوزير أمن في وزارة الأمن ووزير مالية ووزير أمن داخلي وأن يكون جزء من المجلس الوزاري المصغر الكابينيت لن تكون هذه الحكومة لن تعود وهم يعرفون هذا جيدا الذي يسقط حكومة نتنياهو إما انقلاب عليه داخل حزب الليكون وهذا لن يتم قريبا وإما بقرار من المحكمة ولا ننسى أن نتنياهو يواجه تهم فساد وتهم في المحكمة وقد يصل هذا في مرحلة معينة إلى حسم أيضا من خلال المحكمة الأولية وبالتالي من يعول على إسقاط هذه الحكومة بفعل شركائها وشركاء الإتلاف هذا لن يكون وقد يستمر هذا لأربع سنوات لا يعول على هذا الأمر حتى مع وجود الاحتجاجات في الشارع والمظاهرة الآن الاحتجاجات هي ضغط على داخل حزب الليكون ولكن يوجد أيضا مطالبة بإسقاط هذه الحكومة لكن هل المطالبة ستؤدي إلا إذا كانت هناك احتجاجات وهذا سيناريو مطروح أن تصل الأمور إلى حالة شلل أنت أذكري متى تراجع نتنياهو عندما أعلنت الهستدروت ونقابة العمال عن الاحتجاجات وأغلق المطار وتحديدا المطار هذا أثر بشكل كبير بعد ذلك جاءت نظرية المؤامر أن نتنياهو ذهب إلى الضغط من أجل أن يكون إعلان الإضراب حتى يقنع بين كفير وآخرين بأنه لا بد أن يتخذوا موقف بمعنى أن المشكلة هي أن نتنياهو هو الذي الحلقة الأضعف يعني ليس بين كفير وليس سموتريتش وليس أي شريك آخر في الحزاب اليهودية المتدينة طيب دكتور رامز هل يمكن أن نشهد انقلاب في داخل الليكود خاصة أنه في الفترة الأخيرة يعني كان هناك خلافات نوعا ما مع إقالة جلانت بالأول يعني احتمال واضح جدا أن يحدث ذلك خصوصا نعتقد بوجود استطلاعات الرأي الآن أن هناك قوة صاعدة عند غانتس وغيره من الأحزاب فقد يكون ذلك ربما إغراء لبعض المنشقين من حزب اليكود ربما ثلاثة أو أربعة أعضاء كنيست في حال وجود مشاكل كبيرة في المدى البعيد أن ينشقوا ويذهبوا إلى الحزب الأقوى الآخر هو بين غانتس وغيره فالاحتمال واضح وهذا كان قريب جدا أن يحدث في الأسبوع الأخيرة وهو سيحدث ربما من هنا قد نراها حتى نهاية السنة احتمال كبير جدا طيب سأعود معك جاكي إلى غانتس الذي يحظى على الأقل في الاستطلاع حاليا بـ 26 عضو كنيست هل برأيك يعني يمكن أن يكون غانتس رئيس وزراء في إسرائيل مع أنه يعني يفتقد دعنا نقول للكاريزما والقيادة السياسية التي يعني يعني أعتقد نتنياهو غانتس عفوا يريد أن يكون رئيس وزراء منذ خمس سنوات وهو ما زال يعتقد أنه الأحق برئاسة الوزراء ليس بينت وليس لفيد وهذا أمر واضح وأيضا الاستطلاعات التي تنشر وخاصة جزئية من هو الأكثر ملاءمة ليكون في منصب رئيس الوزراء من يتابع الحلبة السياسية في إسرائيل على مدار سنوات نتنياهو 38 40 50 وكل من يأتي بعده في 15 و20 وأقل الآن هناك تحول في هذا التوجه وبدأوا ينظرون إلى بني جانس حتى شعبيا بأنه يستطيع أن يكون هناك بعد أن جربوا في عدد من المناصب خاصة في موقعه كوزير للأمن لا ننسى أيضا أن جانس هو أيضا حبيب الأمريكان في مرحلة معينة ولكنه إنسان متردد طيب يعني ولكن أمام نتنياهو بحكم الواقع الموجود الآن يعني هو متردد بماذا؟ متردد في بعض الموقع تكون داخلية ولكن بالبعد الأمني لا أعتقد أنه متردد في البعد السياسي يعني لو يوجد هناك ملفات سياسية ثقيلة كانت على طاولة جانس لنقول أنه اتخذ قرار بهذا الشأن أو ذاك عندما كان وزيرا للأمن كانت اغتحامات وكانت عمليات عسكرية وما إلى ذلك ولكن هو مقتنع بأنه يستطيع أن يكون رئيس وزراء واضح أنه الاستطلاعات التي تنشر وطرح اسمه من خلال الاستطلاعات هذا لم يأتي بصدفة لماذا يذكرون اسم جانس أولا وقبل لابيد عندما يذهبون إلى المصوت الإسرائيلي ويسألون من هو الأكثر ملامة وبالتالي أعتقد أيضا أنه في هذه الاستطلاعات وهذا التوجه ومتابع لمقال الدكتور أيضا جرع جرعة لجانس كي لا يتراجع ويعني لربما يذهب إلى فخ نتنياهو إذا كان لك أي تحول في موضوع اقتراح لحكومة جديدة بمشاركته أن يكون هو الآن المرشح الأقوى لرئاسة الوزراء خاصة وأنه يتبنى موقف بمعنى أنه الآن يمين وسطي ومعه أيضا أقطاب من اليمين لا يمكن صبغه بشكل كامل أنه يساري على عكس ما يحدث مع لابيد وبالتالي أعتقد جانس هو المرشح الأقوى الآن بحكم الظروف متردد وغير متردد سنراقب لأين ستصل الأمور ولكن مرة أخرى يجب أن نتعامل بحذر مع كل هذا المشهد الآن الصورة تخدم جانس خاصة لأنه دخل على خط المفاوضات والاتصالات على عكس لابيد الذي قال لا أريد أي مفاوضات كما يبدو هذا يعني دغدغ الشارع الإسرائيلي وهذا يترجم أيضا في استطلاعات الرئيس يعني في هذه المعركة خسر لابيد وربح جانس على ما يبدو كما تبدو الآن الاستطلاعات ولكن كما ذكرنا سابقا الموضوع هو مؤقت وقد تتغير الأمور مع قدوم ربما مشاكل جديدة في المستقبل حاليا التحالف واضح بين الاثنين حتى الآن ولكن إذا استطاع ببنتيها أن يقنع جانس بطريقة معينة أنه هو سيصبح شريكه كرئيس وزراء وقد يعني ربما يعرض عليه أن يكون هو رئيس الوزراء في الفترة الأولى في التناوب في هذه المرة وهو الإغراء الذي قد يضعف جانس ويكسر كل ما قاله حتى الآن ويبني على أمل أن يبني الشراكة معه للمستقبل طيب بس لبيت كمان كان نوعا ما قائد في هذه الاحتجاجات أكثر من جانس الذي دعم منذ البداية إلى المفاوضات صحيح هذا هو ما يضع جانس الآن في مصب كل المحاولات عند بيبنة نتنياهو والليكود لإجراء محادثات سلام كما تبدو ولكن في النهاية أعتقد أن بيبنة نتنياهو استطاع أن ينجح بطريقة معينة أن يدخل إقناع الشارع الإسرائيلي بشكل عام أو عند قسم من داعمين أن هناك حاجة لإجراء إصلاح قانوني في الوضع القانوني عند إسرائيل مجرد وضع هذه الفكرة والقبولها هو أعتقد انتصار لبيبنة نتنياهو ولو مؤقت أن هناك حاجة للإصلاح ودعونا نتحدث ونصنع قوانين جديدة وهو يريد أن يجر هذه الكتلة إلى هذه العملية والخروج ربما في المستقبل في شيء يستفيد منه على حساب ربما إعطاء أو غيره بعض الوزرات ربما أو حتى رئاسة الحكومة الفتات ربما هل يمكن أن نرى حكومة في إسرائيل ليست يمينية في المستقبل القريب لا أعتقد ذلك حتى أنه في اليمين إذا رقبنا مريم موضوع الخطة التي يتحدثون عن يتهدف إلى السيطرة على مدى بعيد لأنهم يعلمون أنه لن تكون قائمة لليسار على الأقل بالعشر وخمسة عشر سنة وعشرين سنة قادمة بمعنى حتى لم يظهر في اليسار الإسرائيلي الصهيوني الشخصية تقول أنا الآن القياد وأنا سأذهب في خطوات عملية كل من يريد أو يطمح لأن يصل إلى كورسي رئيس الوزراء أولا يحاول أن يخلع عباءة اليسار من رابين وما قبل ذلك وهذا دليل حزب العمل يتلاشى ميريتس لم يعبر نسبة الحسم والأحزاب العربية نعرف وضعها جيدا وحتى عندما نجحوا في التحالف مرة لم يسمحوا لهم بالاقتراب من ألية اتخاذ القرار والتجربة مع القائمة الموحدة أيضا هي جزء من نتائج الانتخابات كل موضوع الإخوان المسلمين وكل ما استغل من قبل نتنياه واليمين وكان هناك تجاوب كبير مع هذا التوجه وبالتالي واضح أننا أمام حكومة يمين يمين أسؤال أي شكل من هذا اليمين هل هو يمين لبرالي أم هو يمين متطرف كما هو الحال الآن وهذا أعتقد على هذا سيلعب الجميع في المرحلة الراهنة لماذا؟ لأنه يجب أن نقول كلمة لا يوجد تحدي الآن بالبعد الأمني بشكل مباشر حتى ما ننظر إليه في الساحة الفلسطينية وفي الساحة العربية وحتى الملف الإيراني يجب أن نقول الموضوع هو تهديد وهو دائما يعني يشغل الرأي العام الإسرائيلي ويشكل هاجس ولكن ليس بالبعد الوجودي كما كان يصور نتنياه وهذا أيضا يترجم إلى ما يحدث الآن كفى بعبع إيران وبعبع الفلسطيني وحماس وحزب الله حتى لما تكون بعض الأحداث نحن نتعامل معها وأنظري كل مرة يكون في حدث أمن يكون في تكاتف من كل الأحزاب ومن كل القوى النقاش الآن نحن أمام أي إسرائيل نريد وهناك أيضا خلاف إسرائيلي داخل بين نخب الأشكناز البيض المتعلمين أمام نخبة جديدة من الشرقيين تريد أن تقول نحن أيضا سنقود هذه البلاد نعم الحرب النخبة التي لا تنتهي في إسرائيل شكرا لك جاكي خوري مدير قسم الأخبار في إذاعة الشمس وصحفي فيها آرت شكرا لك شكرا وشكرا وشكرا لكم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء في حوار جديد من حوارات الساعة اشتركوا في القناة